أين نحن في هذه المعركة الروسية الفرنسية؟ للأسف العصابة اللي في الجزائر بما أن عندها رجل مع فرنسا ورجل مع الروس بما أن النظام منقسم إلى جناح روسي وجناح فرنسي مدت لمن لمن آخر الضربات من فرنسا آخر الضربات من روسيا ما قاله الوزير المالي اليوم في موسكو من أن روسيا ساعدتنا وتقلصنا من انتفاق الجزائر 2015 ورا يتعاون فينا هذا اليوم آخر الضربات من فرنسا كان أمس أو أول أمس أول أمس لما سي جورني هذا وزير خارجي يتاعهم جديد يقول أننا نحن مع الطرح المغربي في قضية الصحراء منذ 2007 وأنا جئت أجدي ذلك لأنه صحيح هم كانوا معاه شكلا لكن الآن يقولون نحن معاه مضمونا لو واحد منكم يقرأ جريد الشرور أو الجرائد اللي في الجزائر يقول لك فرنسا راي توازن في علاقاتها إلى آخره يعني حاروش يديروه لا فرنسا مش توازن في علاقاتها فرنسا أخذت موقف الآن غير مسبوق وهو أنهم قالوا نحن رانم على ماروكا رانم على طرح اللي طرحوا المغرب في قضية الصحراء سبقتها إلى ذلك إسبانيا وألمانيا وهولندا ودول أخرى لكن الموقف الإسباني والفرنسي هو الأخطر هو الأهم مع الأمريكي خاصة الفرنسي إذن العصابة عندنا اللي خمسين سنة وهي ترهن في مصالحنا في مصالح الجزائر على قضية الصحراء الغربية تلقت ضربتين تعرفوا قبل أسبوعين كان باش يجي وزير الخارجي الإسباني وفي آخر لحظات ألغيت لماذا؟ لأن كيجوا يكتبوا في البيان الختامي يعني البيان الختامي تحضر حتى قبل ما يجي الوزير كتبوا تقدمت العصابة عندنا بمقترح أن إسبانيا مش عارف قضية الصحراء قالوا الإسبانيا لا بدرو الشانسي يمثل الحكومة الإسبانية ويمثل الدول الإسبانية وهو قال أنه مع الطرح اللي تقدم به المغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية نظام قال لهم لا احنا رك مفاهمتونا باللي رك مغيرتو الموقف قال لهم لا ما تغيرش الموقف تغيرش الموقف وراح يأكتب بدرو الشانسي في المغرب وراح بدرو الشانسي لأسبوع اللي فات كان في المغرب وأكد هذا الأمر إذن العصابة تخسر أخطر قضية خمسين سنة وهي مصالح الجزائر وأموال الجزائر وأبناء الجزائر على هذه القضية قضية الصحراء تخسر فيها بشكل متسارع وفي نفس الوقت تخسر في الكوراريير اللي كانت مضمونا نيجر ومالي هذو التوانا نيجر ومالي وموريطانيا وتشاد وبركينا ونتوانا هذن هذو كلهم خرجوا وين أصبحوا؟ خرجوا من يد فرنسا ومن يد الجزائر وين أصبحوا؟ أصبحوا في يد روسيا والإمارات وزادت خلي عليهم المغرب كاري ترجمة نانسي قنقر